موسيقى مشاهدين أهلا بكم من جديد داخل هذه الإلهة إن شاء الله على العموم تقس مهتدل ومستقر يهم كل الجنوب الكبير وحتى الأطلس الصحراوي لكن على المناطق الشمالية نفي انتدار قدوم اضطراب جوي إن شاء الله خلال فترة التانية تعليل على هذا على الولايات الغربية يعني يحيل تحق في ببداية الأمر بالولايات الغربية على هذا الولايات الغربية هذه الليلة إن شاء الله ستكون غائمة إذن سماء ملبدة إن شاء الله بسحب كتيفة وسفلة هم الولايات الشمالية الوسطى وقليلة السحب إن شاء الله على الولايات الشرقية للوطن درجات الحرارة لهذه الليلة إن شاء الله الدنيا ستطرح بها بين سباحة 8 درجات على مدن الهذاب العليا أنت 9 درجات على المناطق الداخلية الغربية 15 درجة على كل من بوراق سنتينة ميلا بورج بوري ريج 16 درجة على كل المناطق السحلية الشرقية كما جيجل عنا باس كده وحتى القالة 12 درجة جزيلا سموضة وحيها 10 على وحران 16 أيضا على شمال صحراء كما مثل ليبون وراز الفان وحتى بريان غلدايا وأيضا المنيعة 16 لكل منتب البلد تغيط بني عباس منطقة الوحيد كما بيردر بمنطقة الواد وحتى توقورد حاسم سعود وورقلا وبالسكرة 17 أيضا نلقاها على كل من وسط صحراء كما عين مقلو حتى عين صالح أيضا على أولف تمنطية تيميمون وكرزاس بولاية أدرار ونسل المقياس نلقاها أيضا على شمال جنوب الشرقي كما برج الحواس عينامي ناس وإليزي 18 في تندوف 14 إلى 15 درجة على كل من ثمان راسيت وجانيت وأخيرا عنا 19 درجة على أقصى الجنوب خلال صباح حتى الغد بإذن الله يلحق الإطراب الجوي اللي كنا نحكينا عليه على الولايات الغربية بإذن الله ونلاحظوا أن سما ان شاء الله تكون غائمة مع رعود إن شاء الله وأمطار محلية تكون لبس بها أو معتبرة تهم كل المناطق الشمالية الغربية باتجاه المناطق الوسطى أيضا سما ان شاء الله تكون مغشات على الولايات الوسطى في انتدار ما يلحق ان شاء الله الإطراب الجوي أو الأمطار خلال ظاهرة الغد بإذن الله على الولايات الوسطى لكن سما ان شاء الله تكون من صفظة إلى ملبدة في بعض الأحيان تهم كل الولايات الشرقية للوطن أيضاً عبور لبعض السحب يخلي سماء معشرة أيضاً جزء الافتباد الأحيان على كل من شمال الصحراء باتجاه منطقات السورة والتي تمتد حتى للجنوب الغربي أما صفاء فرح يبقى يهم كل منطقة الواحية الجنوب الشرقي وسط الصحراء أيضاً وحتى على أقصى الجنوب درجات الحرارة الدنيا خلال صباحة الغد بإذن الله رح تزيد تنخفض نوعاً ما يعني هذه الدرجات الحرارة مع الفجر حين سجلوا ما بين 4 حتى 5 درجات على كل مدن الهدى بعلياً نلاحظوا أن درجات الحرارة ستزيد تنخفض هذا نظراً لقدوم الإطراب الجوي والإطراب الجوي اللي هم تمركز على الولايات الغربية للوطن عنا 8 درجات على السواحل الغربية عنا 6 على كل من تسمسيلة وحتى سيدي بالعباس غليزان ومعسكر 9 الجزاء العاصمة ودواحيها 10 على كل من عنا بايدن ودواحيها 7 على البوراق سنتينة ميلة بورج بوريريج سوقه راسعين مليلة عين بيضاء وحتى على قلمة أيضاً عنا 5 درجات على منطقة الأوراس وأيضاً على سطيف تبسة وبركة عنا 12 لكل من منطقة 8 راسات شمال الصحراء كيمام تليلي بونوراز الفانا بريان غردايا وحتى لمنيعة نفس المقياس على بنية عباس 10 في بشار 13 على منطقة الواحات 14 درجة إلى 15 على الخط اللي يربط ما بين منطقة تندوف حتى الوسط صحراء مروراً بمنطقة أدرار 15 أيضاً نلقاه على إليزي وأخيراً نحتى تراوح إن شاء الله بين 16 حتى 17 درجة على أقصى الجنوب وحتى تم يوين كالهذا ختم النشرة الجوية لهذه الإيلة إن شاء الله بشرق الشمس على الجزء العاصمة ودوحيها لنهى الغد بإذن الله 3 من أفريل 26 شرق وإن شاء الله سيكون في حوالي ساعة ساعة 27 دقيقة عندكم معلوماتنا الإلكترونية لنعود أن نذكره هي www.شرقonline.com صفحتنا الفيسبوك اللي حابيتواصل معنا اللي هي متيو تريد جيسيسا شرق تيفيح تبقى دايماً في خدمتكم وأكثر تفاصيل فيما يخص الوضعية الجوية لنهى الغد بإذن الله اتبعا مع الشيخ فرحات في النشرة الرئيسية ليلتكم ممتعة مشاهدينا في أمان الله اشتركوا في القناة